اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بحضور سفيرة جمهورية مصر العربية سعادة السيدة ريهام عبد الحميد محمود جاء ذلك خلال هامش اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تقام في مملكة البحرين وأكد فخرو عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية منويها بهمية تعزيز أفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات منها أثراع القطاعات الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات الثنائية في المجال الصناعي والتجاري كما تم خلال الاجتماع سعراض الدعم والاهتمام الكبير الذي يليه البلدان الشقيقان لتنمية وتطوير القطاع الصناعي والتجاري إلى جانب الوقوف على الخطوات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم هذا القطاع ونموه ترجمة نانسي قنقر